آخر تطورات في ملف سوفيين ونذير فيليبيا تقول اللي حسب والدتهم إنهم هما قريبا مش يرجعوا إلى تونس الأخبار هذية فرحة نيسي لكل مشكن عائلة سوفيين ونذير أكاول لكن برشا نيسي تقول ما نصدقوا الأخبار هذية إلا ما نشوفوهم بالحق رجعوا لبلادهم لكن هذه نقطة تحسب لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي اكتب عليها الأعلمي سامير الويفي وين قال بشرت أم نذير لكتاري أهلها وكل توينسا بخبر عودة نذير وسوفيين إلى تونس وقالت أنهما في الطريق إلى بلدهما وعائلتهما حاليا وإن لم أكن مخطئا في التقدير فإن هذا الإنجاز فيه بصمية الرئيس قيس سعيد ومن ثمار زيارته الأخيرة إلى ليبيا وهو أول وأكبر إنجاز يحققه منذ انتخابه ويلطف خيبة أملنا فيه ونتحمل به كل إخفاقاته فقد حقق ما فشل فيه وعجز عنه كل سابقيه مستغلا بداية الاستقرار في ليبيا وبوايد القيام دولة فيها عودة نذير وسوفيين كافية وحدها لوصف زيارته بالناجحة والحمد لله إن شاء الله يا ربي تكون هذه نقطة مذيئة في تاريخ وفي مسيرة قيس سعيد كذلك نقطة مذيئة في تاريخ تونس اللي ديما دفع على أولادها وين ما كانوا برشة تفاعلات جيت مع تدوينة هذي اللي قال اللي فرحه وعبر على فرحته بالخبار واللي شككه قال احنا من صدقه إلا ما يرجع سفينو نذير بالحق ما زال إلى حد الآن ما راجعوش لكن فما إجرأيته فما وعوده فما معلومات مؤكدة نشرتهم والدات نذير إنهم هما بش يرجعوا في القريب العاجل أول ما يرجعوا أولى الصور والفيديوهات للعودة متاحهم مش تلقاوهم في قناة أسرار ما تنسي وش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشي سيلكم الفيديو القادر